مرشادينا نروح دلوقتي مع حضراتكو لزملتنا دينا الشرف نصبح عليها ونتعرف منها كمان على أخبار المرور والتقص في القاهرة والمحافظات صباح الخير يا دي صباح الخير يا جمعنا صباح الخير يا شازلي صباح الساعدة وتفعيل على كل مصيرين في كل مكان كلنا نفسنا الجو يبرط شوية لسه محتاجين الجو يبقى في درجة حرارة منخفضة أكتر صح؟ يبتدت تنخفض شوية شوية مرتفعة بشكل كبير خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشهد كثفات مرورية وطباطؤ في حركة السيارات أعلى الكبري ده بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس ولمتجه من مناطق واسة المدينة حتى مدينة نصر وشارع رمسيس نفسه كمان بيشهد كثفات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة كبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثفات مرورية أما شارع بور سعيد من نزل كبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحامرة وفيه كمان كثفات نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأميرية والكورنيش من المضلات إلى وسط البلد فيها كثفات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتجه إلى المؤسسة ففيه سيولة مرورية معادة بعض الكثفات عند المزلات نروح معاك ولمحافظة الجيزة ونروح لشارع الهرم بالتحديد اللي بيشهد كثفات مرورية والكثفات بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطئ في حركة السيارات فيه كثفات للمتجه من إلى كبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل كمان فيه كثفات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كبري فيصل ونروح معاك لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية وفيه كثفات مرورية عند كبري استلي وعلى طول الكورنيش وفيه كثفات كمان متفوتة عند الأشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كثفات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثفات مرورية لكنها متحركة نكمل جولتنا ونروح أصوان هنبدأ من شارع استداد لحد ما نوصل لمنطقة المسلة وبيشهد سيولة مرورية على طول الشارع هنلاحظ كمان فيه كثفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد كثفات مرورية كمان أيضا فيه كثفات في شارع الحددين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مسشف أصوان الجامعي في بعض الكثفات المرورية من جولتنا فيه شوارع مصر مختلفة والحالة المرورية أتعلم أن نطمنكم عن حالة التقص والنهاردة التقص هيكون معتد النهارا على قارة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد فيه شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض طرق زراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فيه كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ده برضو على فترات متقطعة درجة الحرارة في القارة النهاردة 24 وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31 وأقل درجة حرارة في كاترين 20 درجة هنتابع مع حضراتكم التقصي بالتفصيل بعد شوية لكن خلوني أرجع مرة لجمعنا وشازلي علشان يبدأ معكم فقرة طباخية مصر شكرا لك دير شكرا لك